هنا هتكلم الأهلي مع يانج أفريكنز أكيد برضو هي لصالح النادي الأهلي عشر مباريات فاس فيهم في تعادل عفوا هم عشر مباريات فاس في ستة وتعادل في تلاتة وخسر مرة واحدة لكن برضو خلينا نرجع تاني ونقول ان المنافس خسر أول مبارياته ومحتاج ان هو يعود في المطش اللي جاي بأي طريقة وتاني هنرجع نقول أي فريق دلوقتي بقى يلعب النادي الأهلي على المستوى الافريقي أو المستوى المحلي بقى التصريحات اللي انت بتسمحها قبل المباراة يقولك احنا عندنا أمل كبير للفوز على النادي الأهلي شفناها في مدياما المدير الفاني مدياما شفنا تصريح زي ده شف انت مدياما الغاني تاني هقول ما احترامي بس مدياما الغاني بعيد قوي المدير الفاني بتاعه طالع كان بيتكلم قبل المباراة عندنا أمل كبير ان احنا نفوز على النادي الأهلي معقولة يعني لدرجة الفوز يعني كابت نحمد سامي مثلا لو انت تشوف التصريحات بتاعته كانت عقلانية جدا ومنطقية الراجل تلع قالك أنا هشتغل على عدم الخسارة أنا عايز التعادل والتعادل بالنسبة لي مكسب راجل منطقي ركز على حاجة معينة وعلى فكرة وصلها لكن لما يبقى سقف التموح بتاعك بعيد قوي غريبة وكمان يعني مديامة ودلاتي عندك يونج أفريكنز على كل حد يا كتأقرب للحرب النفسية إنجاز التعادل والله يا كريم تفتكر يعني أصلا مالهاش مبرر تاني يعني هو أكيد عالف كويس أو يأذرم مننا كلنا بإمكانيات فريقه وحجم المسافة والجاف الكبير اللي بينه وبين النادي الأهلي فعشان يقول كلمتين زي دول غالباً غالباً هتلاقيها تحت إطار الحرب النفسية وممكن برضو في النص كده يبقى بيبعث رسائل للعيبة بتوعهم شخصياً عشان يحمسهم أكتر وممكن يكون النادي بالأداء يعني أو النتائج المتراجعة مؤخراً هو اللي دم ساحة للبعض إن هو يعتقد إن هو ممكن يفوز علي قد يكون قد يكون أكيد أنا ليه أدبوسة كريم أكيد أنا ليه دور طبعاً ده كلمتنا دايماً بس أكيد أنا بيبقى ليه دور إن المنافس بتاعي بيشوف نفسه يقدر يفوز علي أو بيشوف نفسه يقدر يقرب مني أنا أكيد ليه دور في ده ده اللي أنا بشوفه بصراحة بس على كل حال أتمنى النادي الأهلي على المستوى الافريقي والمستوى المحلي إنه هو يصالح الجماهير دلوقتي لأن الناس كتيرة زعلانة ومش زعلانة علشان مثلاً يعني شايفين إن إحنا لا نستحق فوز لا بالعكس العكس هو اللي صحيح زعلانين علشان إحنا عارفين نستحق